بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أحبابنا طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في درس من دروس التربية الإسلامية بعنوان حفظ سورة المدثر من الآية الثامنة عشرة وحتى الآية الواحدة والثلاثين فحياكم الله أحبابنا الطلاب نبتدئ معكم بتبيين أهداف الدرس فيتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يتلو الآيات تلاوة صحيحة وأن يستنبط معاني المفردات وأن يحفظ الآيات الكريمة حفظا متقنا فهيا بنا إلى الدرس وقبل أن نبتدئ بدرس هذا اليوم سنراجع ما تعلمناه في الدرس السابق قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر والمطلوب منك عزيز الطالب أن توقف الفيديو وتسمع الآيات الكريمة من الآية الأولى وحتى الآية السابعة عشرة كما تعلمت في الدرس السابق أحسنت عزيز الطالب على التسميع وبارك الله فيك والآن ما معنى قوله تعالى المدثر هيا استذكر بارك الله فيك ممتاز معناها المتغشي والملتف بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنيئا لقارئ القرآن فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها والآن سنستمع لآيات الحفظ حتى نرتقي في الجنة إن شاء الله ولنستشعر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه فكر وقدر فاقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر أحسن الله إليكم على حسن الاستماع للآيات الكريمة والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو وقم بتلاوة الآيات الكريمة كما استمعت من القارئ جزاك الله خيرا على حسن التلاوة والآن نبتدي معكم بتبيين معاني المفردات ما معنى قوله تعالى عبس ما معنى عبسة فكر بارك الله فيك أحسنت أي قطب وجهه لما ضاقت عليه إذن قطب وجهه عندما ضاقت عليه هذه الأمور فإن هذا الكافر أراد أن يقول قولا في القرآن العظيم ما معنى قوله تعالى وبسر فبعد أن عبس هذا الكافر قام وبسر فما معنى وبسر فكر بارك الله فيك ممتاز أي قطب وجهه وتغير لونه كرها أصابه تغير الوجه مع التقطيب ما معنى قوله تعالى أدبر أحسنت أي ولا وذهب ولا وذهب ننتقل إلى قوله تعالى سأصليه سقر ما معناها سأصليه معناها ممتاز ممتاز سأدخله سأصليه أي سأدخله فالله سبحانه وتعالى سيدخل هذا الكافر الذي عبس وبسر وأدبر واستكبر سيدخله سقر فما سقر أحسنت إنها جهنم والعياذ بالله فسقر اسم من أسماء جهنم عافان الله وإياكم منها ننتقل إلى قوله تعالى لواحة للبشر جهنم هذه لواحة للبشر فما معنى لواحة ممتاز أي حراقة للجلد ننتقل إلى قوله تعالى فتنة ما معنى كلمة فتنة فكر بارك الله فيك ممتاز فتنة أي امتحانا وابتلاء امتحانا وابتلاء وأخيرا قوله تعالى ولا يرتاب ما معنى ولا يرتاب ممتاز ولا يرتاب أي ولا يشك فالريبة هي الشك أحسنتم على استنباط معاني المفردات وبارك الله فيكم أيها الطلاب الكرام أحبابنا الطلاب وبعد أن استنبطنا معاني المفردات سنطبق ما تعلمناه من خلال الوصل بين الكلمة ومعناها قوله تعالى سقر ما معنى سقر أحسنت اسم من أسماء جهنم ما معنى أدبر ممتاز أي ولا وذهب ما معنى لواحة قلنا لواحة بأنها أحسنت حراقة للجلد والعياذ بالله ما معنى فتنة أي امتحانا وابتلاء بارك الله فيكم على هذا التفاعل أحبابنا الطلاب سنبتدئ معكم بحفظ الآيات الكريمة من خلال هذا النشاط الذي أمامكم المطلوب مني أكمل كتابة الآيات من حفظك نبتدئ قوله تعالى إنه فكر أحسنت وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر فانظر لكلمة قدر الأولى وقدر ثم نعيدها قدر قدر تكررت معي ثلاث مرات هذا يعينني على الحفظ ثم نظر أحسنت ثم عبسة وبسر ممتاز ثم أدبر واستكبر والعياذ بالله ثم ماذا قال هذا المشرك الوليد ابن المغيرة قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر قال والعياذ بالله عن القرآن العظيم أنه سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر زعم الوليد أن القرآن قول البشر وهو يعلم أنه قول الله سبحانه وتعالى ولذلك توعده الله سأصليه سقر وقلنا سقر أي جهنم وما أدراك ما سقر تكررت مرتان لا تبقي ولا تذر لواحة لواحة للبشر أحسنت عليها كم العدد من الملائكة أحسنت تسعة عشر وبارك الله فيكم على هذا التفاعل وجعلكم الله ممن يحفظ كتابه ويعمل به أحبابنا الطلاب وبعد الاستماع إلى التلاوة ومحاولة الحفظ قم عزيز الطالب بحفظ الآيات الكريمة كاملة وتسميعها على أحد أفراد أسرتك حتى تتأكد من إتقان التلاوة والحفظ ثم إذا ذهبت إلى المدرسة فسمع الآيات لمعلمك حتى يصحح لك التلاوة والحفظ وبارك الله فيكم على هذا التفاعل الرائع أعزائنا الطلاب وها قد وصلنا معكم إلى ختام الفيديو فنقول لكم شكرا على حسن إصغائكم واستماعكم ولعلنا نلتقيكم في المرات القادمة فنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته